اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا بريا انا بحبيش الطريقة دي ومالقاني طريقة اللي تحبها اصلي نسيت يعني يا راجل سايب الدنيا تضرب تجلب ودير تلعب وتدور على راحتك مين اللي كنت بتتكلم معاها ها؟ واحدة تعرف علي اخص عليك يا عب حكيم ايه اللي حصل؟ ولا حاجة تشغلش راسك انت ان شاء الله يولع البيت باللي فيه خير يا جرية حصل ايه؟ الست هانم شابت بناتها عشان يجعدوا في البيت على طول وعازت ابني شقة فوق البيت عشان تاخدوا كله وعملت عمل لغتك فوزية عشان تخرب دوازتها على محروس وانت طليقها علينا قال ايه؟ مرتخوية اقدرش اقولها حاجة لا يا حبيبي قلها قلها انها هنه ضيفة شوية وحتمشي مفهوم؟ وبعدين قللي مين السانيورة اللي كنت بتتكلم معاها؟ مهمش عشان سايبك تريدتي وتعزيني وتتكلمي وأنا ساكت بتجمي تجلي أدبك ها؟ هتجلي هي مين؟ وبتعرفها منين؟ وبتتكلم معاها ماتة؟ وليه؟ وكيف؟ وانا مش هقولك هتقول عشان انا مش جالب طوب في البيت ده بقولك ايه؟ ايه؟ انا سايبك تلتة وتعزيني من الصبر ها؟ جفاية لحدك ده فهمه؟ ده ده انا خايفة عليك نعم تخايفة على نفسك؟ انتي لوده ودك انتبتده يتهدى عاللي فيه ان شاء الله نموت كلنا وانت تفرحي وتعيشي مش عكدا؟ لا 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 مش عكدا انا اتفكر فيك ششش مارس خالص فهمه؟ ده بيتي باتنين اششش بيتلاجري يعني لما بايزي بايزي على شنرته شش انتوا ترتيش ارته يعني مش عايز وده الدماء ووجع الدماء ومش عايز اه؟ خالص خالص يلا احيوه هل وقت شش احيوه كنت احبتك مره كمان ما باختك وحبني ما باعيز اختك وحبني كمان كمان شفت الجولت اواني سكة ايه بعد عني يا ملكش دعوة باي ايه الحكاية؟ بعد عني بعد عني باعش كده صدقيني حزهك لما تعمل اللي قلنا عليه الاول هبقى عمل لك اللي انت عايزه هعمل ما تجلجيش بكرا ان شاء الله هتكلم مع ابوي بس انت اللي عميها بكا لما تكلموا حسن ما عايزك تعرفي حاجة عايزك تعرف ان انا بحبك بحب الجوي كمان وانا عايزك تعرف حاجة عايزك تعرف ان انا فهمك كويس او موسيقى 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 ايوا بس انا كنت فكرا ان انت عمري ما هتقلعي الاسود ابدا انت كمان لازم تقلعي الاسود الاسود يا زينب بيخلي الواحد نفسي يوته مقفولة ومش عارف يفكر انا عبدالطل عمري حزينة على بوكي على عبدالله حاضر موسيقى موسفت السكة جايلك جايلك على طول يلا صباح الخير ايه صباح الخير يا ست كريمة صباح الفل والهنة والردة هو انت خارج ولا ايه اه عندي مشوار كده مع الحج كامل طيب يعني كنت بس اسمحك وبستأذينك اروح اطل على نادية وعبدالسلام اخويا ده كلام برضو تستأذنين ايه؟ طبعا همال ايه؟ الله مش انت راجلنا وحمينا وعايشين في خيرك حتى لو حعدي برا عتبة الباب لازم استأذينك واخد منك الردة حتى لو كنت راح على عبدالسلام اخويا هاتي ده وطلعي صحي الستة جبرية عشان تيجي تفتر معانا ستة جبرية طلعت من بادر خرجت كده من غير ما تقول ما قلتش رحة فين؟ طب روح انتي واعمليلي قهوة معقولة تخرج كده من غير ما ما تقول هي رحة فين ولا ما تكلمها اه اتطمن عليها اتطمن عليها لكون خارجة زحلانة من اللي حصل مبارا وخدت في وشهاiche وثابت البيت استغف الله العزيم يا رب ولا هيا بتحويدها تخرج من غير ما تستأزم من جزها هТыتأخر عند أب سلام لا ولو مش عايز يا اروح اقمر ونعمد لا اروحي تاكل لقمة بقى مليش نفس أنا شاكلي أحب العيشة هنا قوي هو عيك غريب أنا أفتكرتك حابب هنا مين جالك ده؟ كل تصرفاتك بيتقول كده دي أنا عارف حتى أفتكرت إنك لو طلعت برا هنا ممكن يجرى لك حاجة مثلاً أو ما تعرفش تعيش تصدق هي أنا نفس أطلع من البلد دي النهاردة جابني بكرة أطلع بأي حال من لحوالي حاسس إلي بيعت سنين عمري في سجن أنا صنعته بنفسي تعبت وزهجت ما تستغربيش بكرة لما توجد أدي هنا شهري أو شهرين تعرفي أنا والبسط أي لازم تروح له البيت لا بيته وهو ده الصح أنت عايز الحج؟ ولا عايز اللي يضحك عليك ويعوم على عوامك يا حج عم حكيم؟ جرى إيه؟ جرى إيه؟ مالك شدد عليك ده ليه؟ عاشد إيه أنت غلطان؟ لازم تروح له الطيب خاطره ولازم ترضيه أنت لو ما كانه عمرك ما كنت هتسامحه وقليل ما كنت خيطه عيار وأنا مش عرفك كبير يا جاوي كبير أننا نروح لعدل البيت واعتذب له واللي أنت عملته ما كانش كبير؟ واللي عمله ولدك ما كانش كبير؟ جريها حاج عم حكيمه البتها تروح فين؟ أنت لازم تروح تعطذره وترجع البنت كمان مرهن مش عايزها والدك مش فاهم حاجة يا حج وأنت الكبير وتعرف الأصول هلا البنت هتروح فين بعد عشة العمر دي كلها والدك لو عايز تجوز تاني يتجوز يا سيدي ويخليها جاعدة في بيتها معززة مكرمة يشيلها على راسه ويحطها جوا دنين نعنيه بنات الناس مش لعبة يا حج أنت مش عارف حاجة أصل لا لا أصل ولا فصل أنت غلطان لازم تعتذر له ولازم نادية ترجع عبد السلام مجهور يا حج عم حكيم من ساعة اللي أنت عملته كتم في جلبه جاعد في البيت لا بيطلع ولا بيروح ولا بياجي وعجله بيقول له أنك أنت أكتر من أخوك وكمان عامل حساب لأخوك عبد الله الله يرحمه اللي كان جو زوخته وأنت غالى همك خلاص خلاص ترجع بس لازم يعرف إن العيب من عندي هو وإن بيته هي الغلطانة ولما ترجع لازم توز جزم كل اللي في البيت وبالنسبة لها تبقى جبرية ستاهة وتبوس يدها وتحطها في حباب يعنيه أيوة إجده صح يا حج إجده صح اللي أنت عايزه هيمشي يا حج عم حكيم تصدق؟ أنا كنت أعرف من الأول أنك عمرك ما كنت أقول لها عشان تعرف إن جلبي طيب لا أنت مش طيب ولا حاجة أنت بس تعرف الأصول والواجب بس نفسك كبيرة شوية والكبر من الشيطان يا حج الكبر والغرور هم اللي طلعوا إبليس من رحمة ربنا لا يا سلام يا ناس يا سلام لو الإنسان يعرف إن أخره مدفون في التراب والناس العمال يشيرهم على راسه دول ويحطهم فجرجاب الخالج هم أول ناس هيسبوه هيمشوا خلاص كيفية كيفية يلا 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 نروح للبيت بدل ما رجع في كلام يلا لا لا يلا بينا جبل ما ترجع تاني في كلامك لا على مهلك شوية يا ستة جبرية مش جدرة عدو السلاحة وليا رجلي طول الليل بتنشر علي حرام عليكي خلاص جربني همي يلا 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 اه 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 اقطع ادراعي المكان متجوزها يعني هي ما قالتليكيش اي حاجة ما فتحتش خشمة خبيسة خبس السنين طيب ما عرفتش منها ما روان ما خب البيت فين لا ما عرفتش بس هعرف هو انا هسكت ايه خيبك يا ماروان قالوا انا فاكرة طيب تلع سهن ومية من تحت تب عشان لما اقول لكم انكم ظل مني تبجوا تصدقوني اه مصدقينك يا اختي بص يا نادية عزاك تشمشمي وتتطقصي وتعرفيلي من البت دلال مين اللي عمل العمل لفوزية هيكون مين يعني يا بنتي انا عايزة الحقيقة عايزة تعرفي منها كويس قوي مين عشان لما شرشح وافتح صوتي قد كده محدش يقدر يقولي تلتي التلاتة كان فهمتي؟ اللي تؤمر بي يا عمتي يا بوي ده يوم ما جبرية تطفده يبجى يوم السعد والهنة كله اسبري ان شاء الله ربنا حيفتحها تشوفي مين يا ربي يا ساتر يا أهلا وسهلا حاج عم سلامي هنا؟ اه موجود يا اخوي اتفضل تعال يا حاج عم حكيم تفضل تفضل يا عمدى تعال يا عم سحاق يا ربي يا ساتر يا أهلا يا أهلا يا ألف خطوة عزيزة أهلا بالرجالة الكوبار تفضلوا يا أهلا وسهلا سياك يا عمد الحكيم يا أهلا وسهلا أهلا أهلا سياك يا ساتر تفضل، تفضل، إزاي؟ كيفك يا ستكول؟ الحمد لله يا رب العالمين إزايك يا عوم، دعمي ليه؟ الحمد لله بخير، إزايك أنت يا ستة كريمة، إزاي بناتك؟ فضل ونعمة من الله، كويسيل، الحمد لله دايماً يا رب أبوك فين يا نادية؟ موجود، خير؟ اطلع عندهيله يا نادية ليه؟ ألا، جريها نادية لما أبوك إسحاق يقولك أن دهل أبوك، يتندهيله على طول ما عايزين إش لاتوا عجن إحنا، ولا إيها كريمة؟ لأ عينينا حاضر، روح يا نادية قولي لبوك فيه ديوف عزاز قوي عايزينك تحت يلا يا حبيبتي تشربوا إيه؟ قهوة عبد الحكيمة أنا عرفاها وقهوة إسحاق زيها بالظهر وإنت يا عوم ده قهوتك إيه؟ مظبوطة إن شاء الله وإنت؟ لا أنا جاهوة إعاد لما الحاجة اللي إحنا جايين عشانها تنقضي تنقضي إن شاء الله أهلاً أهلاً عجعب السلام عجعب السلام يفكر مرحب الله، جريه يا ابو نادية يعني سلامت علينا كلنا والحاجة عب حكيم لها ليه؟ بيقول لك يا حاج كامل أنا قلت إنت لما ترجع من الحجاز هتجيبني معاك حاجة من ريحة النابي يعني عليه الصلاة والسلام تفضل أجعك 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 معاك حاجة يا ابو نادية أنا غلطاء بس أنا برضو جايلك النهاردة وجايب لك صاحبك وحبيبك معايا أنا اللي هي أصحاب ولا أحباب شوفت يا الكامل؟ مش اللي ما يقول لك هاي جاي تسمعك أب استهدى بالله عادي عبد الحكيم أقعد أقعد متوجعش دماغنا عادي أوجع دماغك؟ أيه متوجعش دماغنا أنت غلطان وإحنا جايين نستسمح الحج عبد السلام ونقول له حقك علينا حقك علينا يا عبد السلام وإحنا مستعدين نحبه على راسك واحد واحد وأولنا عبد الحكيم عشان اللي حصل ده كبير كبير قوي بس انت أحسن مننا كلنا وإنت عوضتنا عليك ده يللا عبد الحكيم يلّا تعالى يلّا تعالى عبد حكيم الجوم يا عبد السلام جوم كانو على راسا عبد السلام يا راجل جوم يلّق على راسه الله ليه كده؟ ليه كده؟ يا عبد السلام deals تجنيته؟ يا الله عبد الحكيم Tetapi لação tu airhead ليه كده عبد الحكيم؟ الراجل جاي لغاية بيتك حتى بيحب على رأسك تقوم تحمل اكدام وبيتك ما تقعب سلاك؟ ما تقعب سلاك؟ ليه اكدام عمحقيني؟ لا ابيتان اخبولي 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 أمور.. 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 أمون.. إيهبر قَced encont gefunden.. away.. أمور..أمور.. أمور كنت تذيح اللب..budكت تذيح اللب يا بود جتلتُه! جتلتُه يا عبد الحكيم! اتحت جيروك! جتلتُ بود! جتلتُه يا عبد الحكيم! مش هذيك! مش هذيك! عبد الحكيم! لا يا جريعة! لا يا جريعة! ما فولك يا عمالي! قدمنا حولاً حكيم! يا أبود الحكيم! إنما بشحد يا حبوتر عبد السلام تبقى غابي يا عبد الحكيم غابي يا عبد الحكيم لا يا عبد الحكيم بقليش بقليش أهو يبون بس بس بقليش أبو كيما معتش أبو كيما مجد حج كامير اسحاج ما عنديش حد مات ما عنديش حد مات غير لما أختار أخ طرحك بالسلام ما عنديش حازة كلامي بفور ومزوع يا لأ ست جابريا فوق إيه ست جابريا ست جابريا هملني عبدال هملني عبدال هتقدرش تكتلني أنا قتلتك هكتلك تاني وتالت كسر في قلبي عبدال هملني عبدال هل قتلتك يا عبدالله هكتلك تاني هبدالله ست جابريا فوقي يا ست جابريا هملني عبدالله ست جابريا فوقي 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 يا سيد شبهي فوقي يا سيد شبهي استحيل استحيل لا حق لأولا جوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارفع مكتق وادمك عنا عرب روح يا كامل روح الطعم من علب حكيم شوف فيه طيب هروح لحد شي جنب الجسة لحد الحكومة متاجئ هي من دي اللي حتيجي يا صحيح الحكومة يا كريم عشان ايه عشان تحجك في ايه في ايه بس يا ستة كريمة مالك تمعانا ولا تيها من نينا ولا ايه بالظبط يعني لا ايه انا مش تيها انا ما هيقوف عيقك وايس قوي بس انا مش فهمك انتو بتتكلموا على ايه بالظبط عالكتيل اللي جدامك ده عالكتيل اللي جدامك ده في اين الكتيل ده انا مش شايفة جدلة عالكتيل اللي جدامك عالكتيل اللي جدامك عالكتيل اللي جدامك ما يتقضى وقدر وجايز هو اللي طخ نفسه من حرقته وغيزه ستة كريمة انا خابر اللي في دماغك وشايف الامور تمشي جنون يا حسن تنهو عمل حساب لي الجنون لما كلملنا وحلنا ويساب لحمه ومقمي في المستشفى ما فكرش ان يلم معرضه وشرفه ويحاجي عليهم ولا ايه يا عمضة بلدنا يا ستة كريمة سيبك من اللي انت بتقول ايه ده وخلينا في المهم وتخلطيش الامور ببعضها يا ستة كريمة اوه هتقوله ان انا بخلط الامور في بحضها وان انا ظلم لا كده انت اللي بتخلط الامور في بحض وبتدفع عن الظلم وعايزين الفساد يعلى والظلم يعم لو ده كلامكو تبق انتو كمان محتاجين تقرب النار مش اجده خالص يا ستة كريمة اجده ونص اجده ونص يا عمضة وانا الكلام عندي خلص انفضلوا اتفضلوا انت حيلك موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بس يا عمتي بس 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 اوه 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 هل حصل كل خير شجي حيلك عشان نوصل رجل مش هيلان يا دلال ومين سامعك؟ انا كنت عطوب بسكتة اللي لا ستربنا ايه اللي حصل؟ اول لما جربنا بالطحونة وكأن شاطين الجن حاجت علينا وصدها بقى يجلجل وكأني حطرش وانتي وجعت مني ما وجدش عارفة عامل ايه انا بكره الطحونة دي بترعب منها ومين سامعك؟ مين ما يترعبش منها؟ هو يا دايرة تاكل في الناس بس بس هي دارت ليه؟ بيقولوا زمان ان التحونة دي عاملة زي الدنيا بتاكل وتهرس اللي يظلم انا طيب يلا يلا نمشى ونحمل المطرحتين يلا يلا ايه يا عبد الحكيم؟ يعني جيت ودخلت على المكتب كده وانا طلبت الغداء ولا حاجة حد مزالك؟ بقولك كنت عاوزة تشاور معاك في موضوعك دي الصراحة يعني فات على متعب ظل الله يرحمه كثير وانا ما شايفاش يعني سبب للتأجيل اصلا بصراحة كذيه انا عايز اعمل فرح فرح كبير كل البلد تحكي وتتحاكي عني ما لك عب حكيم ساكت ليه؟ بتغيرت رأيك ولا ليه؟ لا انا حتجوز ويعني حتجوز ايسفتي اسماش حيثك اسملي لوحدي اسبك لوحدك يعني انا عارفة كويس اللي بيدور في رأسك لكن لا انا مش هسكت المرة دي دي حاجي حاجي ان اتجوز ويبقى ليه عيال وبيض زي زيكم انتو ايه؟ لا بترحموا ولا بتسيبوا رحمة ربنا تنزل؟ والعلمك انت لو ما حددتش يوم لكتب الكتاب انا حتجوز وغصبني عنكم كلكم ها؟ انت لك سيبيني لوحدي بتي ايه؟ ما بتفهميش انا بفهم صيبة ابعد عني اقل عني صيبت ايه دي؟ هي يعني المصايب ما تجيش لما كلية مصلحة؟ ايوه ايوه فهمت كريمة وعملها المجندل اللي عملته لي السحر اللي سحرت اهلية اشتغل ايوه عشان انت كنت موافق على الجواز دلوك لا طيقني ولا طيق تسمع حسي ولا طيق سرت الجواز الله يحرقك يا كريمة وياخدك لكنه مجم المصطفى لو الموضوع دي خرم ولا حصل فيه حاجة لكن شك بطنه ومطلع بطارين هالبارة يا بوي يا بوي الكلام اللي سمعته صح؟ كلاميه اللي سمعته؟ صحيح انك تخيط عمع بسلام ويجبت اجله؟ يا لهوي يا بوي الكلام ده صح؟ يا نارد رق يا نارد جندل تخيطه؟ يعني مفيش فرقه؟